يذكر تسلسل الخلفاء ومددهم أنه كل واحد كم طالت مدة خلافته فيذكر مثلا دامت خلافة أبي بكر سنتين ودامت خلافة عمر عشر سنين دامت خلافة عثمان اثنتين عشرة سنة ودامت الفتنة خمس سنين ودامت خلافة معاوية عشرين سنة ودامت خلافة يزيد ثلاث سنين لاحظت اللفظ الآن اسمه علي محذوف وسمى عهده زمان الفتنة وكأنه لم تستقر خلافته أي بعبارة أخرى عند البخاري أبو بكر خليفة شرعي عمر خليفة شرعي عثمان خليفة شرعي معاوية خليفة شرعي يزيدهم خليفة شرعي أما علي فليس خليفة شرعية إن خلافته كانت متقلقلة زمان فتنة كان خمس سنين زمان فتنة هذا لفظ البخاري